بسيطة الوحباء للحيطة الفنية في المباراة الأمس وعايز أبدأ بك يا خليفة بقى في الأمور الفنية وهقول لك عنوان قولي صحة ولا غلط مبارح الأهلي هزم الزمالك بمعركة خط الوسط خط وسط النادي الأهلي تفوق على خط وسط نادي الزمالك تنتفي أو لا تختلف؟ مليون المية هي المعركة كانت في خط الوسط أفكار الفرقتين كان لهم أفكار في خط الوسط الأهلي كتير الناس بتبص الأهلي بيلعب 4-2-3-1 أنا ما بشوفش الأهلي بيلعب 4-2-3-1 أفشة لم يعد لعب مركز 10 أهلي بقى بيلعب باتنين لعيبة بيزيدوا في الحتة دي اللي اتنين أدوارهم شبهم متشابهة جدا بين حمد فتحي وبين أفشة فبقت الطريقة أقرب لـ 4-3-3-4-1-4-1 أيا كانت طريقة زي ما تاخدها أكد لك حاجة بقى عشان ألديك دليل على كلامك ده في أحد زملائنا في مباراة سموحة صور الورقة اللي بيكتب فيها مارسي الكورر وهو المطشي شرغال صور الورقة وهو رسم الرسم التكتيكي 4-1-4-1 هي في طريقة كده الأهلي بيدافع باللعبة بالأربعة وبيهاجم بالأربعة صحيح الاثنين منهم بتحركوا في العمق اللي هم حمد فتحي وأفشة بالتبادل ودي بتخلي لمركزية عكس فكرة الزمالك في 4-3-3 والزمالك ينبالع بالموسم اللي فات 3-4-3 كانت تطبيق فيها واجبات أقل تركيبا في 4-3-3 الواجبات أقصر تركيبا على فكرة من 4-1-4-1 ومن 3-4-3 الزمالك معركته في خط النوق الوسط الفرقتين استخدموا الاثنين اللعيبة اللي هم إمام عشور وعمر السيسي في الزمالك ومجد أفشة وحمد فتحي في الأهل بص هنا كريم ومشاهدين على مناطق استلام عمر السيسي وإمام عشور اللي فوق اللي فوق ده مناطق استلام محورين الزمالك اللي بعتمد عليهم احنا قلنا دونجا ثابت وديانجي ثابت ولو قلنا دينجي ممكن بول كاريا رحسن من دونجا ودونجا ممر رفضل من دينج اللي تين كل واحدة اللي عنده ميزة عن التاني ولكن خلينا بقى في الاثنين اللي حيساهمه مع الجناحين والمهاجم في الهجوم هنا عمر السيسي كان بيستلم أغلب استلماته ناحية اليمين كرة واحدة استلمها في التلت الأخير إمام كان بيستلم أكتر في التلت الأخير بس يلا خبالنا أنها كلها ناحية الشمال صح واحد كان مياه ناحية الشمال وواحد ناحية اليمين هنا بتتطلب مهارة أكتر وشغلة أكبر الخط خصمك ومدافع الخط بتاع الخصمك أنت كده بتزود الأخصام عليك هنا بقى فكرة الأهل كانت أبسط حمدي فاتحي ورقة الأهل اللي كان بيبغد بها الزمالك لأن الزمالك بتعامل مع أفشا اللي بلعيب لي تقلب أهدافه فبركزين معاه فهنا دي مناطق استلام مجد أفشا ومناطق استلام حمدي فاتحي اللي كانت مؤسرة وبرضه أفشا لو ناخد بالن حمدي فاتحي كل زياداته في عمق الملعب دي أبسط من أن أنت تجيب لعب البحور بتاعك وتسلمه على الأطراف الفكرة أبسط أنت لعب بترجع بترد تالي في قلب الملعب لما بتزيد تزيد في قلب الملعب أسهلك كتير المسافة المقطوعة المهارة المطلوبة منك عشان تلعب على الخط لعبت الخط بتبقى عايزة مهارة استثنائية عشان اللعب يصنع موقف من جنب الخط والخط خصمه لعبة مش كتير في الدورة المصري وعلى مر التاريخ هتلاقي لعبة محدودة اللي بتعرف تلعب على الخط وتكون ورقة هجومية قوية تعال بقى نوري فكرة الأهل دي كانت بينة إزاي من الدية الأولى مايك تايسون يا كريم بيقول دايما أن كل شخص عنده خطة حتى تلقى الدربة الأولى فالزمالك المفروض كان نجا من الدربة الأولى كذا مرة يعني خطتك دايما خطتك على الورق كويسة الأهل أظهر خطته من الدية الأولى أنه بيستخدم حمدي فتحي فالزمالك المفروض كان بس من الدية الأولى من مباراة سموحة من مباراة سموحة كمان مليون الميل تعالوا ورك في الدية 56 وقفشة بيكلم حمدي فتحي ياخد المنطقة دي وحمدي فتح بيتحرك فيها بغض نظر للكرة ما راح تلوش هنا قوت عادي جدا بيترمى ده أفشة اللي بين قلبي دفاع الزمالك بيشاور بيده الشمال حمدي فتح بيروح بيقف في المنطقة دي مستني الكورة يا كورو ما بتروحلوش بس حمدي فتحي هنا حرق نفسه عشان يبقى هو اللاعب اللي بياخد الكورة في الحتة دي في الثانية 56 في الثانية 56 ميديا الأولى يا كورو ما تلعبتلوش بس حمدي فتحي كان بيطلب الكورة بس في نفس الوقت في بداية المباراة بيبقى عينه على الارتداد هو بيروح يطلب الكورة راح يطلب بيعمل منها خطورة ما راح يطلوش بيرجع تعال بقى نبص تكرار في المباراة في الشوت الأول أكثر من اللقطة ركز على حمدي فتحي بيسيب مكانه دايما وبيتحرك حمدي فتحي اللي هناك سايب بنجمع عمر السيسي داخل 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 بيدور على الكورة بياخد بيدور وبيطلب الكورة هنا حمدي المسلوسي كان بيغطي أفضل ويمكن هي دي ممكن اللحظة برضو اللي الزمالك بيعاز لها لأن حمدي المسلوسي في تخطيته كان بيبقى أفضل كتير لأن هنا حمزة عملت تغطية بشكل كويس وسايب الكورة تروح لعبدالقادل أنت مش حاجيه في الجون من هنا يعني أنت مش حاجيه عبدالقادل مش حاجيه في الجون يعني هي نازم ترد في قلب الملعب تاني هي ردت لأفشا لو تسمح خليفة أناس في المقاطعة في اللقطة دي واللقطة اللي فات اللي انت جبتها أنا لاحظت حاجة في اللقطة اللي فات وتأكدتلي الوقت أنه دخول حمدي فتحي في المنطقة دي كل شوية هو بياخد دايما الباك يعني خد محمد عبدالشافي في اللقطة اللي فاتت بالضبط وخد دلوقتي حمزة المسلوسي في اللقطة دي عشان كده ساب المساحة دي كلها بغض النظر أنها ما تترجمتش بحاجة بس هو كمان له دور مهم جدا أن يفتح مساحة ما هي دي هي ترجمت الهجمة دي كانت خطر هي راحت بعد كده وطلعها بتلقافش بس هي الفكرة هنا حصنة خطية المسلوسي في أول لقطة يعني أدى إلى أن الهجمة هتبقاش أخطر من الكرات اللي دخلت في الزمالك أهداف صحيح ولكن هنا حمد فاتح عمل حجم اتنين يهو يستلم الكرة يأما يبقى الجناح فضي ركز برضو دي الكرة اللي خبطت في القايم نفس الفكرة بالضبط طيب الزمالك كان المفروض في اللحظة دي كان ياخد باله من الفكرة اللي الأهل بيحاول يطبقها طبعا لا الزمالك بالعكس بقى الكرة دي كذا مرة بيعمل التغتالة العكسية مع حمد فاتحي بشكل أفضل بيهمل الطرف وبيسيبه مش مشكلة لأن في الطرف مش هيجي في الجنب بشكل مباشر هنا حسام عبد المجيد ولكن مع تغيير الزمالك لعناصر خط الدفاع نزول الزناري محمد عبدالغاني هنا الهدف بيشيله محمد عبدالغاني أكتر كمان من الزناري الهدف الأول ودي فكرة الأهلي ظهرت في الهدف الأول وظهرت في الهدف الثاني فالفكرة باستخدام حمد فاتحي اعتقد كل الناس لحظتها ولكن احنا بنتكلم من الديها الأولى وساعدوا فيها غياب التغتالة العكسية من محمد عبدالغاني مقراطب المسلوسي وسوء التصرف من الزناري في الهدف الثاني ولكن الفكرة واضحة ومركزة وجابت النتيجة فده تفوق تكتيك انت استخدمت الفكرة ونجحت تفكرها أكتر من مرة ده تفوق تكتيفي واضحة